ولكن الأدلة كثيرة لصحتها بيذكر الأسماء اسم ألي عازر باسمه وبيذكر اسم مرثى اللي كان يعني يسوع بحبهم جدا وكان بزورهم بشكل مستمر في جبل الزيتون ويسوع اللي قال لمرثى يعني طلبت مرثى من يسوع قالت له قل لأختي يعني مريم أن تعينني أجاب يسوع وقال لها مرثى مرثى أنت تهتمين وتطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد أما مريم فاختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها الأسماء ألي عازر مرثى مريم اللي في كل مرة تذكر في إنجيل يحنى الجالسة عند قدمي يسوع وهنا لاحظ التفصيل اللي بيضيفه يقول وكانت مريم التي كان لعازر أخوها مريضا هي التي دهنت الرب طيب ومسحت رجليه بشعرها فإذن بيتكلم عن الأخوات وبيتكلم عن ألي عازر بيتكلم عن بيت عنده علاقة دافئة علاقة حميمية محبية لشخص الرب يسوع المسيح وواضح من الكلام في آية خمسة وكان يسوع يحب مرثى وأختها وألي عازر كان بيحبهم جدا فإذن التفاصيل بيذكر الأسماء بيذكر المكان بيت عنيا وبيذكر المسافة تلات كيلو متر بيذكر الزمان في التوقيت اللي بعد ما يعني في صاح عشرة ترك منطقة نفس المنطقة أورشليم وراح إلى بيت عبارة عند الأردن كان فبيتكلم عن الزمان بيتكلم عن الظروف الاضطهاد ونحاولوا يرجم يسوع المسيح ولكن يسوع لم تأتي ساعة بعد ليتمجد فما كان يعني يصيبوا يسوع أو يقتلوا يسوع قبل فوات الأوان كل ملابسات القصة بكل أحداثها عجيبة يعني فعلا بكل معنى الكلمة الشخصيات البارزة شخصية يسوع شخصية العازر مرثة مريم شخصية الفرسيين شخصية قيافة وإلى آخره كل هذه الشخصيات البارزة هي معروفة هي مذكورة في تاريخ مؤلفات يوسيفوس المؤرخ أيضا أسلوب الكتابة البسيط وواضح أنه عم بوصل رسالة مهمة جدا لكل واحد مننا بيتكلم عن الظروف بيتكلم عن اعتراف أعداء المسيح بصحة المعجزة في آية 47 وآية 48 ماذا نفعل؟ انتركناه يؤمن الجميع به وطبعا يأتي الرومانيون ويأخذون موقعنا فإذا القصة كلها عظيمة حتى بالنتائج تبعتها النتائج الخطيرة لأنها كانت الخطوة التمهيدية لصلب يسوع المسيح وأيضا كانت النتيجة المهمة أنه كثير آمنوا بيسوع المسيح وكانوا يأتيوا حتى يتفرجوا على العازر وكانوا يؤمنوا بسبب هذه المعجزة المعجزة